مرحباً بكم في ستار زودياكس إذا كنت فدولياً بشأن كيفية تشكيل النجوم لحياتنا، فقد جئت إلى المكان الصحيح اليوم، سنكشف أسرار أورانوس في برج الجوزات، وهو موقع كوكبي يدفي على عقولنا الابتكار والمرونة ونهجاً فريداً في التواصل هل تساءلت يوماً لماذا يبدو أن بعض الناس لديهم قدرة غير عادية على التفكير بسرعة؟ أو لماذا يكونون دائماً في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالأفكار الجديدة؟ قد تكمن الإجابة في علامة أورانوس لديهم أورانوس، الكوكب المعروف بتأثيره الثوري، يهز الأمور أينما ذهب، وعندما يكون في برج الجوزات، يجلب تريرات عميقة في طريقة تفكيرنا وتواصلنا وتفاعلنا مع العالم لكن هذا ليس كل شيء، ابق معنا حتى نهاية، لأن لدينا سمة إضافية ستمنحك رؤية أعمق حول هذا الموقع الرائع دعونا نغوص في استكشاف كيفية تأثير أورانوس في برج الجوزاء على حياتك بطرق غير متوقعة وقوية التواصل التواصل هو جوهر أورانوس في برج الجوزاء يمنح هذا الموقع الأفراد قدرة استفنائية على التعبير عن أنفسهم بطرق واضحة وموجزة، وغالبا ما تكون رائدة تحيل عقلا يعمل كالحسوب فائق، يعالج المعلومات بسرعة البرق، ويخرج بأفكار مبتكرة وعملية في آن واحد هذا ما يقدمه أورانوس في برج الجوزاء، إحساس متعزز بالتواصل يتجاوز الكلمات البسيطة الأشخاص الذين لديهم هذا الموقع لا يتحدثون فقط، بل ينقلون الأفكار بدقة يمكن أن تلهم وتقود الآخرين إنهم القادرون على أحد مفهوم معقد وتبسيته إلى قطع صريرة يمكن استيعابها، مما يجعلهم معلمين وكتاب ومتحدثين ممتزين غالبا ما تكون طريقة تواصلهم متقدمة على زمنها، مقدمة طرق تفكير جديدة يمكن أن تغير الطريقة التي ترى بها المجتمع للعالم قد يكون لديهم أيضا موهبة في تعلم اللغات، حيث يلتقطونها بسرعة ويستخدمونها للتواصل مع مجموعة متنوعة من الناس هذه القدرة على التواصل بفعالية وابتكار هي سمة رئيسية تميز الأفراد الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء المرونة أورانوس في الجوزاء يجلب معه قدرة ملحوظة على التكيف مع المواقف والأفكار والبيئات الجديدة تحيل شخصا يمكنه دخول أي غرفة تقييم الوضع وتعديل سلوكه ولغته ونهجه فورا ليندمج بسلاسة هذه هي القدرة على التكيف في أسم صورها وهي سمة بارزة لأولئك الذين لديهم أورانوس في الجوزاء إنهم يزدهرون في ذل التريير حيث يرونه ليس كالتحدي بل كفرصة للنمو والتعلم هذه القدرة على التكيف لا تقتصر فقط على التريرات الحارجية بل تمتد أيضا إلى عالمهم الداحلي يمكنهم تريير وجهات نظرهم وأفكارهم بسرعة مما يسمح لهم بالبقاء ملائمين ومتقدمين في عالم سريع التغير تجعلهم هذه المرونة أيضا حلا ممتازا للمشاكل حيث يمكنهم النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة والقدرة على تقديم حلول قد يغفل عنها الآخرون في العلاقات يمكن أن تجعلهم هذه القدرة على التكيف شركاء متفاهمين وداعمين حيث يمكنهم التكيف مع احتياجات ومزاج من يحتمون بهم قدرتهم على التكيف وقبول التريير تجعلهم مرينين وقادرين على الازدهار في أي وضع الفكرية الفكرية هي سمة مميزة الأورانوس في برج الجوزات وتظهر في حب عميق للمعرفة والتعلم أولئك الذين لديهم هذا الموقع غالبا ما يمظر إليهم كعمالقة الفكر في دوائرهم الاجتماعية حيث يشاركون بشكل مستمر في محادثات عميقة ومناظرات ونقاشات عقولهم مثل الإسفنج تمتص المعلومات من مجموعة واسعة من المصادر وتجمعها لتكوين فهم مترابط للعالم هم الذين لديهم دائما كتاب في يدهم والذين لا يكتفون بالشرح السطحي والذين يتعمقون في المواضيع التي تثير اهتمامهم هذه الفدور الفكرية يدفعهم لاستكشاف مجموعة متنوعة من المجالات من العلوم والتكنولوجيا إلى الفلسفة والفنون لا يكتفون بمعرفة شيء فقط بل يريدون فهمه بالكامل مما يؤدي غالبا إلى أن يصبحوا خبراء في مجالات متعددة هذه السعي وراء المعرفة يجعلهم أيضا بحثين ممتزين قادرين على اكتشاف معلومات جديدة وتقديمها بطريقة يمكن للأحرين فهمها وتقديرها الفكرية لديهم ليست مجرد تراكم للمعرفة بل هي استخدام تلك المعرفة لإحداث فرق في العالم سواء من حلال الابتكار أو التعليم أو مجرد مشاركة رؤاهم مع الآخرين الابتكار الابتكار هو المجال الذي يبرز فيه أورانوس في برج الجوزاء هذا الموقع كله يتعلق بكسر الحواجز ودفع حدود الممكن تحيل شخصا ينظر إلى العالم ويرى ليس فقط ما هو بل ما يمكن أن يكون هذه هي جوهر الابتكار وهي سمة رئيسية لأولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء هم الرواد الذين يأتون دائما بأفكار وأسليب وحلول جديدة قد لا يكون الأحرون قد اعتبروها عقولهم برمجة للتفكير حارج الصندوق لتحدي الوضع الراهن ولإيجاد طرق أفضل وأكثر كفاءة للقيام بالأشيات يظهر هذا الروح الابتكارية بشكل خاص في المجالات المتعلقة بالتواصل والتكنولوجيا حيث غالبا ما يقودون الطريقة في تطوير أدوات ومنصات جديدة تحدث ثورة في كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض سواء كان ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطوير البرمجيات أو المجالات التقنية الأخرى هم دائما في الطليعة يدفعون الحدود ويستكشفون إمكانيات جديدة قدرتهم على رؤية الاتجاهات وتوقع الاحتياجات المستقبلية تجعلهم لا رنع عنهم في أي مجال يحترونه وغالبا ما يكون لأفكارهم الابتكارية تأثير دائم على العالم من حولهم القلق القلق هو سمة شائعة لأولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزات هذا الموقع يجلب معه فضولا لا يشبع وحاجة دائمة للتحفيز مما يمكن أن يجعل هؤلاء الأفراد يظهرون وكأنهم قلقون أو سريعوا الملل هم دائما في حركة سواء كانت جسديا عقليا أو عاطفيا يبحثون عن تجارب وأفكار جديدة لإبقاء عقولهم مشغولة يمكن أن يكون هذا القلق نعمة ونكمة في نفس الوقت من ناحية يدفعهم لاستكشاف في آفاق جديدة لدفع أنفسهم حارج مناطق الراحة وتحقيق أشياء قد لا يحاولها الآخرون من ناحية أخرى قد يجعل من الصعب عليهم الاستقرار أو الالتزام بشيء واحد لفترة طويلة قد يجدون أنفسهم يتنقلون من مشروع إلى مشروع دائما في مطاردة الفكرة الكبيرة التالية أو الفرصة المثيرة القادمة بينما يمكن أن يقود هذا القلق إلى حياة مليئة بالمغامرة والاكتشاف من المهم لأولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء أن يجدوا طرقا لتوجيه طاقتهم والتركيز على ما يهمهم حقا من خلال القيام بذلك يمكنهم استرلال قوة قلقهم واستخدامها لدفع نموهم ونجاحهم الاجتماعي الاجتماعية هي سمة رئيسية أخرى لأورانوس في برج الجوزاء وتلعب دورا هاما في كيفية تفاعل هؤلاء الأفراد مع العالم الأشخاص الذين لديهم هذا الموقع بطبيعتهم اجتماعيون ويستمتعون بالتواجد حول الآخرين هم روح الحفلة دائما مستعدين لبدء محادثة والتفاعل مع من حولهم ذكائهم الحد وأذهانهم السريعة تجعلهم محاورين ممتزين قادرين على مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع بسهولة هم أيضا مستمعون رائعون قادرون على التقاط فروق دقيقة فيما يقوله الآخرون ورد بطريقة تجعل الشخص الآخر يشعر بأنه مسموع ومفهوم تمتد هذه الاجتماعية إلى ما هو أبعد من مجرد إجراء محادثات صريرة إنها تتعلق ببناء علاقات وشبكات ذات مغزن يمكن أن تفتح أبوابا لفرص وتجارب جديدة سواء في الإعدادات الاجتماعية أو في العمل أو في حياتهم الشخصية يتمتع أولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء بقدرة فريدة على جمع الناس معا وحلق شعور بالمجتمع طبيعتهم الاجتماعية تجعلهم أيضا لعبين ممتزين في الفريق حيث يمكنهم التعاون مع الآخرين وتقديم أفكار جديدة هذه القدرة على التواصل مع الآخرين وبناء علاقات قوية هي عامل رئيسي في نجاحهم وسعادتهم الثنائية الثنائية هي موضوع بارز في حياة أولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء هذا البرج يرمز إليه بالتوامين مما يمثل الطبيعة الثنائية لبرج الجوزاء وهذه الثنائية تكون واضحة بشكل خاص عندما يكون أورانوس في هذا البرج يحتبر الأفراد الذين لديهم هذا الموقع غالبا جاذبية بين قوتين متناقضتين سواء كان ذلك المنطق مقابل العاطفني التقليد مقابل الاتكار أو الاستقرار مقابل التغيير يمكن أن تظهر هذه الثنائية في أفكارهم وأفعالهم وعلاقاتهم مما يحلق شخصية ديناميكية وأحيانا متناقضة من ناحية قد يكونون عميقين فكريا يقدرون المنطقة والعقلانية فوق كل شيء من ناحية أخرى قد يكونون أيضا شديد الحدس مواجهين بعواطفهم وغرائزهم هذه الثنائية يمكن أن تجعلهم أفراد معقدين ومتعددين الأبعاد قادرين على رؤية الأمور من زوايا متعددة وفهم العالم بطريقة قد لا يفهمها الآخرون ومع ذلك يمكن أن تحلق أيضا صراعات داحلية حيث يكافحون لتحقيق التوازن بين هذه الكوى المتناقضة وإيجاد شعور بالانسجام داحل أنفسهم رغم ذلك فإن طبيعتهم الثنائية هي أيضا مصدر قوة حيث تمكنهم من أن يكونوا مرينين وقابلين للتكيف ومنفتحين في نهجهم للحياة الفضول الفضول هو ربما السمة الأكثر تميزا الأورانوس في برج الجوزات هؤلاء الأفراد مدفعون بشرف لا يشبع للمعرفة ورغبة في فهم العالم من حولهم هم مستكشف الأبراج دائما يسألون سئلة يبحثون عن تجارب جديدة ويدفعون حدود ما يعرفون فضولهم ليس محدودا بمنطقة معينة هم مهتمون بكل شيء من العلوم والتكنولوجيا إلى الفن والثقافة هذه النطاق الواسع من الاهتمامات يجعلهم أفرادا متكاملين قادرين على الانخراط في محادثات عميقة وذات مخزن حول مجموعة متنوعة من المواضيع فضولهم يجعلهم أيضا باحثين ممتزين حيث لا يكتفون بالمعرفة السطحية بل يريدون الغوص بعمق واكتشاف الحقيقة هذا السعي وراء المعرفة يدفعهم للتعلم والنمو باستمرار مما يجعلهم طلابا مدى الحياة للعالم فضولهم ليس مجرد تراكم للمعلومات بل هو عن فهم كيفية عمل الأشياء لماذا هي كما هي وكيف يمكن تحسينها هذا السعي المستمر للمعرفة هو ما يميز أفراد أورانوس في برج الجوزاء ويجعلهم قوة يجب أخذها في الاعتبار عدم التنبؤ التقلب هو سمة رئيسية الأورانوس في برج الجوزاء تماما عندما تظن أنك قد فهمتهم يفاجئونك بشيء غير متوقع تماما هذا التقلب هو انعكاس لطبيعتهم المتقلبة والتي لا تهدأ أبدا ويمكن أن يجعلهم مثيرين للاهتمام ومشوقين للتواجد معهم هم أولئك الذين سيغيرون خططهم فجأة أو يخذون رحلة عفوية أو يأتون بفكرة جديدة تقلب كل شيء رأسا على عقب هذا التقلب يمكن أن يكون مثيرا وتحديا لمن حولهم حيث يمكن أن يكون من الصعب مواكبة تريراتهم المستمرة ومع ذلك فهذا هو ما يجعلهم ديناميكيين ومثيرين للاهتمام فهم لا يكونون مملين أبدا ويمكنك دائما توقع غير المتوقع معهم هذا التقلب يمتد أيضا إلى أفكارهم وآرائهم فهم ليسوا خائفين من تغيير رأيهم أو تحدي الوضع الراهن وغالبا ما يأتون بحلول جديدة ومبتكرة للمشاكل التي قد لا يكون الآخرون قد فكرو بها هذه القدرة على التفكير السريع والتكيف مع المواقف الجديدة تجعلهم مرينين وذوي موارد وقادرين على الازدهار حتى في أكثر الظروف غير المؤكدة الاستقلال الاستقلال هو سمة مميزة لأولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزات يقدرون حريتهم واستقلالهم فوق كل شيء ولا يحفون من محالفة التيار أو تحدي السلطة إذا كان ذلك يعني البقاء الصادقين مع أنفسهم هذا الاستقلال ليس فقط حول الحرية الجسدية بل هو أيضا حول الحرية الفكرية والعاطفية يريدون التفكير لأنفسهم اتحاذ قراراتهم الخاصة والعيش وفقا لشروتهم الخاصة يمكن أن يجعلهم هذا الرغبة في الاستقلال مستقلين للغاية غالبا ما يفضلون حل المشكلات بمفردهم بدلا من الاعتماد على الآخرين هم أيضا فرديون للغاية ولديهم حس قوي بالذات ومنظور فريد حول العالم يمكن أن يجعلهم هذا الاستقلال أحيانا يظهرون كأنهم متبعدون أو منفصلون حيث ليسوا دائما مهتمين بالامتثال للمعايير أو التوقعات الاجتماعية ومع ذلك فإنه يجعلهم أيضا أقوياء ومرنين قادرين على الوقوف على أقدامهم وحلق مسارهم الخاص في الحياة استقلالهم هو مصدر قوة وتمكين مما يسمح لهم بالعيش بصدق ووفاء لأنفسهم التعددية التعددية هي السمة الإضافية الأورانوس في برج الجوزاء وهي واحدة تربط جميع السمات الأخرى معا الأشخاص الذين لديهم هذا الموقع يشبهون الحرباء قادرين على التكيف مع أي موقف قبول تحديات جديدة والتبديل بين أدوار مختلفة بسهولة تعددياتهم هي إنعكاس لطبيعتهم المتعددة الأبعاد وقدرتهم على التفوق في مجموعة متنوعة من المجالات سواء كان ذلك في العمل في حياتهم الشخصية أو في مسعيهم الإبداعية لديهم القدرة على ارتداء العديد من القبعات والنجاح في كل ما يضعون عقولهم فيه تجعلهم هذه التعددية لا رنع عنهم في أي بيئة حيث يمكنهم التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة وتولي مسؤوليات جديدة دون تفويت أي خطوة تجعلهم أيضا مواردين للغاية حيث يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المهارات والحبرات لحل المشكلات وتحقيق إهدافهم هذه التعددية هي ما يجعل أفراد أورانوس في برج الجوزاء ديناميين وناجحين مما يسمح لهم بالازدهار في أي بيئة وتحقيق أشياء عظيمة في حياتهم بينما نحتتم استكشافنا العميق الأورانوس في برج الجوزاء من الواضح أن هذا الموقع يجلب طاقة ديناميكية ومتعددة الأبعاد يمكن أن تؤدي إلى ابتكار مذهل ومرونة ونمو فكري سواء من حلال مهاراتهم في التواصل أو فدولهم الفكري أو قدرتهم على التكيف مع أي وضع أولئك الذين لديهم أورانوس في برج الجوزاء هم رواد حقيقيون يدفعون دائما حدود الممكن تجعلهم قلقهم وعدم تنبؤهم حياتهم مثيرة بينما يضمن استقلالهم وتعدديتهم أنهم دائما قادرون على إيجاد طريقهم الخاص والنجاح وفقا لشروتهم إذا كانت أنت أو شخص تعرفه لديه أورانوس في برج الجوزاء فاستفد من هذه السمات واستخدمها لصالحة لديك القوة لتريير العالم برؤيتك الفريدة وأفكارك المبتكرة شكرا لمشاهدتك سنعود قريبا بمزيد من مقاطع الفيديو المثيرة المتعلقة بعلم الفلك حتى ذلك الحين استمر في ترك بصمتك على العالم تذكر العظمة لا تعرف خدودا تأكد من ترك تعليق حول أي من هذه السمات تتعلق بها أكثر أو اقتراح موضوع الفيديو القادم نحاول الرد على كل تعليق تتركه إذا أعجبتك هذه الفيديو لا تنس الإعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من محتوى علم الفلك حتى المرة القادمة استمر في السعي نحو النجوم ترجمة نانسي قنقر